بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين ثم السلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبل قاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين الثاني تعارض الإجماعات المنقولة إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض إثنان منهما أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب بحثنا في تنبيهات الإجماعات المنقول في تنبيه الأول قد تعرض المحقق الخراساني رضوان الله عليه لإبطال الملاكات التي يستكشف بها رأي المأسوم عليه السلام في الإجماعات موضوع البحث في التنبيه الثاني بالنسبة إلى تعارضات التي تتحقق في الإجماعات المنقول بعبارة نخرى إجماع المنقول مثل الخبر الوحيد كيف يتحقق التعارض في الخبر الوحيد أحياناً نفس التعارض يتحقق في الإجماعات المنقول كمثال مثلاً سيد المرتضى رضوان الله عليه ينقل لنا إجماع الإمامية على أن الخبر الواحد لا يكون هجتاً في مقابله تلميذه شيخ التوسر رضوان الله عليه يدعي الإجماع وينقل الإجماع على هجية خبر الوحيد موضوع البحث تحقق التعارض أو وقوع التعارض بين الإجماعين المنقولين أو أكثر من الإجماعين أفر ثلاث إجماعات منقلات في جانبين و ثلاث إجماعات منقلات في جانب الآخر إذا تحقق التعارض ما هو الحكم صاحب الكفاء رضوان الله عليه يجعل مركز البحث في سورة التعارض مثل حالة غير التعارض ويقول طارة نتكلم بالنسبة إلى السباب وطارة نتكلم بالنسبة إلى المسباب أما وقوع التعارض بالنسبة إلى السباب أي نقل اتفاق الفقه على مسألة أو على هكمين يقول ربما كلا النقلين وكلا الإجماعين يكونوا صحيحا وليس بينهم أي تكاثب في مقام الواقع ومقام الثبوت ما هو سره؟ سره أن الإجماع عند الإمامية كما علمنا في الأبحاث السابقة مبنىه طارة قاعدة اللطف وطارة قاعدة الحدث كما كان عند المتأخرين مثلا إذا كان المبنى هو نظرية الحدث فيمكن أن يكون واقعا كلا الإجماعين صحيح أحد الفقهين من رأي خمسين فقه حصل له الحدث برأي المعسوم عليه السلام فدع الإجماع للمسألة في مقابله هناك فقه آخر من رأي خمسين آخر من الفقهاء حصل له نظر بحدث المعسوم نظر برأي المعسوم عليه السلام والقول المقابل كان في مقابل القول الأول فدع الإجماع للمسألة وهذا عمليا يكون ممكن بناء على نظرية الحدث كما أنه بناء على نظرية اللطف أو قاعدة اللطف أيضا ربما استقر إجماع علماء عصر على مسألة واستقر إجماع علماء عصر آخر على مسألة أخرى أو على رأي آخر لعجل هذا صاحب الكفاة رزوان الله عليه يقول تعارز الإجماعات المنقلة في عالم السبب ربما لا ينجر إلى التعارز الواقعي وإلى التكاذب وربما يمكن أن يكون كل الإجماعين صادقين في مقام الواقع وعما بالنسبة إلى كشف رأي المعصوم عليه السلام نعم التعارز واقعيون بدون شك إذا نقل أحدهم حجية خبر الواحيد والآخر عدم الحجية إذا نقل أحدهم وجوب الجمع بالإجماع والثاني نقل حرمت الجمع بالإجماع في عصر الغيبة فمن جهة المسبب أي كشف رأي المعصوم عليه السلام وقوع التكاذب والتعارز يكون قطعيا لأنه لا يمكن أن يكون في الواقع هم وجوب الجمع وهم حرمة الجمع لا يمكن أن يكون في لوح المحفوظ وواقع الأمر هم حجية خبر الواحيد وهم عدم حجية خبر الواحيد إلى أجل هذا في هذه المسألة وقوع التعارز يسبب زعف النقل ولا يحصل الحدث برأي المعصوم عليه السلام إلا كما ذكرنا في الأبحاث السابقة أنه ما هو يذم إلى المنقول شيء آخر قرائن أخرى أو الناقل في أحد الإجماعين له مقام خاص له قدرة خاص عند المحققين ويعتمد عليه أفرز صاحب المدارك رزوان الله عليه لو كان هكذا فبتبيعة الحال ربما يحصل الحدث برأي المعصوم للمنقول إليه وإلا مع وقوع التعارز في السبب يتأثر المسبب أيضا لب البحث وحاصل البحث أن تعارز الإجماعين المنقولين في عالم السبب لا ينجرع إلى التعارز الواقعي دائما ولكن في عالم المسبب نعم التعارز يكون واقعيا وهذا الإجماع قطعا لا يستطيع أن يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام لأجل هذا المحقق القراصاني يقول الثاني تعارز الإجماعات المنقولة إنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارز إثنان من الإجماعات أو أكثر فع التفرع فلا يكون التعارز إلا بحسب المسبب هذا التعارز يكون بحسب المسبب وأما بحسب السبب فلا تعارز في البين لإحتمال صدق الكل يعني كل الإجماعين أو كل الإجماعات المنقولة صدقتون جيد بعدما بيّن هذه الجهة صاحب الكفاير زوان الله عليه يقول لكن نقل الفتاوى على الإجمالة بلفظ الإجماعي حين إذن أي بعد وقع التعارز لا يصلح نقل الفتاوى لأن يكون نقل الفتاوى سببا ولا جزء سبب بشكل طبيعي إذا وقع الاختلاف بين النقلين نتيجته سقوط النقلين نتيجته زعف النقلين نتيجته عدم اعتماد المحقيق والمنقول إليه على النقلين لأجل هذا يقول لا يصلح المنقول أو النقل لأن يكون النقل سببا ولا جزء سبب بالنسبة إلى كشف رأي المعصوم عليه السلام لسبوت الخلاف فيها في الفتاوى يقول استثناء واحد إلا إذا كان في أحد المتعارزين خصوصية موجبت لقطع المنقول إليه برأيه عليه السلام لو اطلع عليها لو اطلع لاحاظه الخصوصية ولو مع اطلع المنقول إليه على الخلاف يعني شخص المنقول إليه عنده اعتقاد خاص بالنسبة إلى أحد الناقلين مثلا أو موضوع الذي تعرض له أحد الناقلين له خصوصية خاص بالنسبة إلى المنقول إليه فمنقول إليه ما علمه بوقع التعارز ماهذا عنده علم وعنده حدث قطعي بصحة أحد الإجماعين وبسببه يحصل له الحدث برأي الإمام عليه السلام طبعا في هذه السورة في هذه السورة كاشفية الإجماع عن رأي الإمام عليه السلام يسير أمرا شخصيا لا يكون كقاعدة يعني بالنسبة إلى المنقول إليه باعتبار أنه شخص حاص له اعتقاد بالنسبة إلى الناقل وعنده مكان خاص لناقل أحد الإجماعين مثلا فيحصل له الحدث برأي المعصوم عليه السلام ويتروب طرف الآخر ولكن كقاعدة كليّة طبعا إذا تحقق تعارز بين النقلين وبين الإجماعين يتعارزان ويتساقطان ولا يوجبان الكاشف والحدث برأي المعصوم عليه السلام لأجل هذا صاحب الكفاء رضوان الله عليه بعدما يذكر هذا الاستثناق أنه للمنقول إليه حتى في هذه السورة في سورة التعارز ربما يحصل الخدث برأي المعصوم عليه السلام ولكن مع هذا صاحب الكفاء يقول طبعا علم المنقول إليه بصحة أحد الإجماعين متوقف على التحقيق في الإجماعات يعني لو يدخل في تفاصيل النقلين لو يدخل في تفاصيل النقل وأنه كم صرف من الواقع في أي برهة من عمره كان والموضوع كيف مثلا حل تعرض له العلماء لم يتعرض له العلماء إذا صرف الواقع وإذا دك في الموضوع ربما يحصل له هكذا قاطع برأي المعصوم من أحد الإجماعين مع وجود الإجماع المقابل والمخالف في مقابله لاجل هذا يقول وهو أي قطع من قول إليك برأي الإمام عليه السلام وإن لم يكن القطع اسم يكن قاطع وإن لم يكن قطع من قول إليك مع الاتلاع على الفتاوى على اختلاف الفتاوى مفسلا وإن لم يكن القطع ببعيد يعني هذا القطع يمكن أن يحصل للمن قول إليك لو يتحقق في تفاصيل اختلافات العلماء وفي تفاصيل اختلافات الناقلين وافرز حجم تحقيقهم وكمية افرز ما هو علمهم مثلا لو يحقق ربما يحصل له القطع الشخصي بالنسبة إلى أحد الترفين وثقله بالنسبة إلى ترف الآخر ولكن يقول إلا أنه إلا أن قطع المن قول إليه ما عدم الاتلاع عليها على الفتاوى كذلك كذلك الذي ذكره هنا في عبارة الكفاية يمكن أن يكون له وجهين إلا أن القطع ما عدم الاتلاع على الفتاوى ومفصلن إلا مجملن بعيدن يعني طارتن فقط ينظر نظر اجمالية بالنسبة إلى اختلاف الناقلين فتبعا هنما يراء التعاروز والاختلاف بين النقلين لا يحصل له الحدث برأي المعصوم ها كذا لأن النقلان أحدهما يكذب الآخر أحدهما يدعي الوجوب والآخر يدعي الحرماء فكيف يحصل له الحدث والقاط برأي المعصوم عليه السلام نعم لو يدخل في تفاصيل النقلين والمتعارزين ربما يحصل له القوة لأحد النقلين لأجل هذا هذه القوة تسبب حدثه برأي المعصوم عليه السلام لأجل هذا يقول إلا أن قطع المن قول إليه ما عدم الاتلاع على الفتاوى كذلك أي مفصلن إلا مجمعا اطلاعه إجمالي على النقلين يقول إلا أن القطع بعيد جدا ففهم فدقي هذا هو الاحتمال الأول ولكن هذا الاحتمال يعني كذلك مفصلن إلا مجملا محتوىه تمتامن ولكن ما هو لا ينسجم مع بلاغة العبارة لأجل هذا ربما نستطيع أن نقول أنه إلا أن قطع المن قول إليه ما عدم الاتلاع على الفتاوى على اختلاف الفتاوى ما عدم الاتلاع عليها على الفتاوى على اختلاف الفتاوى إلا مجملا ففي هذه السورة تنسجم العبارة نقول إلا أن قطع المن قول إليه ما عدم الاتلاع على الفتاوى على اختلاف الفتاوى إلا مجملا يعني اطلاع المن قول إليه وإحاطته على الناقل إجماليون في مقابل الحالة الأولى التي كانت إحاطته بالتفصيل يقول في هذه السورة حصول القطع للمن قول إليه يكون بعيدا جدا وصر البعض أيضا يكون واضحا لأنه إجمالا سمع أو رأى النقلان فكيف يحصل له القطع برأي المعصوم عليه السلام من نقلين المتعارزين أحدهما أيضا يكذب الآخر ففهم فدقق في هذه المسألة هذا كله بالنسبة إلى تنبه الصاني من تنبهات الإجماعات المنقول وطبعا بحث التعارز هنا لا ينتهي أنه في صورة تحقق التعارز هل نذهب إلى التساقود نذهب إلى التخيير من هذه الجهات صاحب الكفاير رزوان الله إليه لم يدخل فقد قال من جهة السبب ربما تعارز واقع لا يتحقق من جهة المسبب التعارز يتحقق نتيجته تساقط المتعارزين على وفق القاعدة ولا يحصل الحدث برأي المأسوم عليه السلام إلا في صورة واحدة وهي أن يدخل المنقول إليه في تفاصيل النقلين بنفسه يحقق يصرف وقته يحصل على القرائن أو يوجد عنده مجموعة من القرائن تسبب مزيئة أحد النقلين على الآخر و هذه المزيئة تسبب الحدث برأي المأسوم عليه السلام هذا كله بالنسبة إلى تنبه الثاني الآن ندخل في تنبه الثالث الثالث نقل التواتره بخبر الواحد إلى الآن كان موضوع البحث إجماع المنقول بخبر الواحد كما قلنا في صدر البحث الإجماع قد يكون محسلا وقد يكون منقولا إجماع المنقول أيضا قد يكون منقولا بخبر المتواتر وقد يكون منقولا بخبر الواحد وموضوع البحث على القانا إجماع الذي ينقل المنقول إليه بخبر الواحد وأنه يكون حجة أو لا يكون حجة موضوع البحث في تنبه الثالث خبر المتواتر خبر المتواتر مثل الإجماع هذا الخبر قد يكون محسلا وقد يكون منقلا بعبارة أخرى تواتر الحكم أو تواتر المسألة أو تواتر الدليل على الحكم أو تواتر حديث من الأحاديث قد يكون منقلا وقد يكون محسلا طارتا المتتبع بنفسه يذهب ويحقق ويصرف وقته ويصل إلى هذه النتيجة أن خبر الغدير مثلا من المتواترات فهذا ما هو؟ هذا تواتر يكون تواتر المحسل لا شك أنه يكون حجة وقدر المتأقن من خبر المتواتر هو هذا يعني خبر المتواتر الذي حسله الشخص بنفسه وتيقن بكونه متواتران وحصل له لعلم بسببه فطبعا هذا يكون حجة ويشمله أدلة حجية العلم ولكن التواتر قد يكون تواترا منقلا هناك شخص آخر يخبر للمنقل إليه أن هذا الحديث مثلا الحديث الغدير يكون متواترا إذا كان هناك خبر المتواتر متواترا منقلا و تواتره نقليا لشخصين فما هو وزيفة المنقل إليه؟ به عبارة نخرى هل تواتر المنقل كالتواتر المحصل في الهجية؟ أولا بينهما يكون فرقا صاحب الكفای رضوان الله عليه يجع البحث التواتر المنقل كالإجماع المنقل ويقول هذا البحث قد يكون ناظرا إلى مقام السبب وقد يكون ناظرا إلى مقام المسبب مقام السبب أي إخبار كمية من الأفراد كان تعدادهم إلى حد تواتر مثلا مئة شخص أخبر واقعا أو كان راويا لهديث الغدير في طبقة الأولى مثلا هذا يسير ما هو تعداد المتواتر و هذا من جهة السبب ولكن كميتهم و تعدادهم بمرتبت يوجب قطع الشخص و اعتقاد الشخص به صحة الخبر هذا يسير مرحلة المسبب صاحب الكفای رضوان الله عليه قول إنه ينقضح من ما ذكرنا و يوضح من ما ذكرنا في نقل الإجماع حال نقل التواتر وأنه وأن نقل التواتر من حيث المسبب لابد في اعتبار هذا النقل من كون الإخبار به هذا التواتر إخبارا على الإجمال بمقدارين يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر بهي لو علم بهي يعني لو علم المنقول إليه به هذا المقدار يسبب له القطع إذن ما هو من جهة المسبب من جهة القطع بالصحة لابد يكون المقدار بمرتبة و بقسم يفيد العلم المنقول إليه أيضا كما نعرف أفراد تتفاود روحيا الأفراد تختلف نفسيا ربما شخص واحد يحصل له القطع من قول خمسين شخص في الموضوعات المتعرفة و ربما شخص آخر لا يحصل له القطع والإلم في الموضوعات المتعرفة إلا من قول سبعين أو ثمانين نفر و ربما هناك بعض الأفراد لا يحصل لهم القطع إلا من قول مئة نفر ما دام لا يكون مئة يوجد عنده احتمال الخلاف و يحتمل في باطنه كذب الخبر مثلا ولو كان هذا الاحتمال احتمالا ذئيلا و احتمالا خفيفا فصاحب الكفاء رضوان الله عليه يقول من جهة حجيته للمنقل إلاي به حيث عامل المنقل إلاي مع التواتر المنقل معاملة التواتر المحسل لابدن يكون تعداد المخبرين بقسم و بمرتبتين يحصل له العلم أيضا فمن هذه الجهة المسألة مهم جدا أن النقل هنا ما يقول خبر القدير متواترون كم كان معيار التواتر به نظره ولكن و من حيث السبب أما من جهة السبب كيف أنه واقعا كان هناك مجموعة من الأفراد أخبروا به هذا الخبر يقول من حيث السبب يثبت به أي بنقل التواتر كل مقدار إمكان إخباره إخبار المقدار بالتواتر دالن عليه يعني لاب أصبه من هذه الجهة من جهة نقل السبب نقبل الدواء الشخص نقبل خبره لأن المفروض أنه شخص سقتون وحسن يخبر به هذا الخبر كما إذا أخبر به هذا المقدار على التفصيل كيف لو كان يقول أخبرني به حدث الغدير فلان وفلان 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 وكان يذكر مئة شخص ها كذا لو يقول أخبرني بخبر الغدير مئة شخص وفي النتیجة ما هو خبر الغدير يكون من المتواترات في كل سورتين يعني سواء ينقل إجمالا يخبر إجمالا أو يخبر به تفصيل من جهة الإجمال والتفصيل الحكم سيان لأجل هذا إذا وصل الأمر معاملت المنقل إليه معهو يعني معد دون حد التواتر إذا كان تعداد المخبرين سبعين نفرن مثلا معاملته معاملت التواتر ولكن من لهوق مقدار آخر من الأخبار يبلغ المجموع زاك الحد يعني أصل الخبر يقبله يقول نعم سبعين شخص أخبر به هذا الحدیث ولكن من طرف آخر لو حصل بنفسه على ثلاثين آخر مجموعهم يسير مئة والكمية المئيار عند المنقل إليه هو مئة إذا كان هكذا فهنايزين يتحقق التواتر عند المنقل إليه أيزان لأجل هذا صاحب الكفاير رزوان الله عليه بالنسبة إلى تواتر المنقل بخبر الوحيد في صورة واحدة يقبل هجيته للمنقل إليه و هو أن يكون تعداد المخبرين للناقل بمقدار يجب العلم المنقل إليه أيزان ولكن إذا كان تعدادهم أقل ولا يفيد العلم المنقل إليه فأصل النقل يسبد أفر سبعين شخص أخبره يعني أخبر الناقل يسبد للمنقل إليه لو حصل في جنبهم ثلاثين آخر يسبد الخبر للمنقل إليه أيزان بشكل تواتر ولكن لو لا يستطيع أن يحصول فطبعا هذا الخبر فقد من هذه الجهة يكون حجة أنه سبعين شخص أخبره ولكن لا يستطيع أن يدعي المنقل إليه أو أن يتعامل المنقل إليه مع هذا الخبر معاملة الخبر المتواتر معاملة الخبر القطعي لأجل هذا صاحب الكفاء رضوان الله عليه نهاية هكذا يقول نعم لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر إذا كان هناك أثر لوجب ترتيبه أليه لوجب ترتيب هذا الخبر على هذا الخبر ولو لم يدل على ما به حد تواتر من المقدار طبعا بالنسبة إلى الأثر هو بحث آخر لأن الأثر هم يترتب على الخبر الواحد السقى بنان على حجيته و هم يترتب على خبر المتواتر بحث ناكان من جهة ترتيب الآثار المختص بالخبر المتواتر فهذه الآثار لو كانت لا تترتب إلا إذا تصل إلى حد تواتر عند المنقل إليه و أما مطلق الآثار المشترك بين المتواتر والمنقل فطبعا لابد من الأخذ به لأنه سبعين شخصين ما يخبر و بينهم مجموعات من السقات فخبرهم طبعا يكون حجتا ولا بعث به و فرضون أن النقل أيضا سقتون حسا يخبرون به إخباره لعش لهذا صاحب الكفاة رضوان الله عليه بعدما يذكر تنبیه الصالح في الحقيقة يكمل به بحث الإجماع المنقل بخبر الوحيد و كما قلت في صدر البحث كان من المناسب جدا أن يذكر هذا البحث بعدما يبحث حجية خبر الوحيد و على أيهاال بالنسبة إلى التواتر المنقل بخبر الوحيد كما ذكرت لكم هناك حالتين للمسألة و بالنسبة إلى الإجماع المنقل أيضا تقريبا شبح الحالتين كانت كما ذكرنا في أول درس اليوم و صائر الدروس من قبلها و على أيهاال إلى الآن أكملنا بحث الإجماع المنقل وبعد هذا صاحب الكفاة رزوان الله عليه يدخل في بحث الشهرة بحث الشهرة الفتوائية وبحث الشهرة إذن كما نعرف محل الابتلاع في الفقه جدا و كم من مسألة أدعيت فيها الشهرة لأجل هذا من حلقة أخرى بعون الله ندخل في بحث الشهرة نذكر أقصامها نذكر موزع النزاع و نرى أن الشهرة الفتوائية حل من باب الزن الخاص يكون حجة أو لا يكون حجة إلى حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إلهي يا كريم يا رحيم يا إلهي يا حليم يا عظيم اشتركوا في القناة